موسيقى منا بصوته عالي فو عقلي وترتباتي يوم المقابلة فكرني بأول شغل في حياتي مهندسين كتير جدا عنه وبيسعوا للوظيفة خبرتهم في الحياة مفيش زي الورقة النظيفة اخر سيفيه في ايدي باسم نور عبد الكريم ورقة مذكرة من نصه وقعت بتاريخ قديم نور كان الكبير على بنتين اتنين بالمسئولية عمره ما اشتكى طول السنين صحابه دايما بيلومه وضغط كتير عليه يابني عتعملي بالعلم وبالدراسة اعتبقى ايه سؤال عارف ايجابته في عمره في يومه حيره امه دايما في ظهره بتسنده وتصبره بس فجأة مرض ابوه بقى ياكل فيه ويكسره لازم يلحى اخواته بيته قبل ما يخسره نزل ورشة ابوه وقال للناس حنسى العلام شهوره تقال عليه قصطة زي ابوه تمام بالسر كان بيذاكر والتكاتره قطره عرف صروفه ومشاكله في الغياب استحملوه يوم مسترم الشهادة كان طاير فوق السماء مهندس ميكانيكا قد الدنيا انما خبر وفاة ابوه كان وصاص حتقتله قدت لهم من صغره قدرت يومها تصبره الولاة لابتها وفعالي بودة مش هيوقع وللوظيفة خلاص اخترته لانه جدع لانا هتحط على الهامش ولا هقبل اكون عرف دي الدنيا بتمشي عشان احنا في نفس الصف انا بسبق بتحدى ظروف انت ما بتعشهاش ودوره ولا يمكن يوم ايكمل غير بدورهي ما عدي المقابل جه متحمس ان اشوفه اسمع منه اكتر عن حياته احلامه وظروفه بس المفاجأة كانت ان نور مطلعش راجل في بنته قدامي بتقولي اهلا مبقتش فاهم سألت باستغراب اسمك نور عبدالكريم ردت علي بالتسامة اهلا وانت مين سألت تاني ليك اخوات ردت ايوة بنات وانا المسؤولة عنهم من يوم ابويا مات اتصدمت من الاجابه نفس كلام السطور وجوه عقلي قد فصول بيقولي مش معقول ازاي كانت فورشة ازاي كانت سند ازاي كانت رجولة لبنته اصلا مش ولد ازاي عم الرجالة يقولوا ليها يا ريصة ازاي حقول اخترت ست اخترت مهندسة جوايا صد بينكر السؤال قبل الايجابه بينكر التردد وبيعمر بالاستجابه لصوت العدل فيه ويفكرني مختياري عشان قدامي بنت يبقى هغير قراري عيب وعر علي وليها لازم اعتزرق ازاي ما بين افكار مريضة قديمة بتسر عقلت وديت لنور ورقة مذكراتها وديلها اني عارف كتير قوي عن حياتها مبروك عليكي الشغل ومتأكد هتنجحي واتمنى نكون صفحة حياتك فيها تفرحي لانا هتحط على الهامش ولا هقبل اكون عرف للدنيا بتمشي عشان احنا في نفس الصف انا بسبق بتحدى ظروف انت مبتعش هاش ودور هو لا يمكن يوم هيكمل غير بدور هي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة